سنحكي بهذا الفيديو عن السايد بار السايد بار هو هذا القسم يلي بياخد تقريبا 30% من قسم الصفحة بيكون موجود يا أما على اليمين أو على اليسار بيكون فيه معلومات كتير مهمة يحابين ورجيها للزباين وهني عم تصفحوا المنتجات مثل هلأ السايد بار يلي موجود عندي هون أنا عاطي ورجيني بعض المنتجات خمسة وبعضين عاطي إمكانية لأنه الواحد يبحث عن المنتجات يلي يبدو إياها بعدين حاد قسم لأظهار التصنيفات وحد كل تصنيفي يعطيني عدد المنتجات يلي عندي إياها ولما بيكبس الزائر على أي تصنيف ملاقي بيتغير المنتجات الموجودين هون وآخر شي حاط هون صورة معينة طبعا ما هلأة بالمحتوى بس حطيتها للتجريب وفيني كمان أربطها بمنتج معين أو بأي رابط أنا بديها بنفس الوقت كمان فيني حط أي نص بديها بالعربي بالإنجليزي كيف فيني أعدل على هذا القسم بالموقع مثل ما حكيت هذا القسم اسمه سايد بار أو الشريط الجانبي بما أني أنا معدل بالوكومرس فأنا عندي شي اسمه وكومرس سايد بار وين موجود بالأبيرنس وبعدين ويدجيتس بس فوت لهون بلاقي الوكومرس سايد بار في حال أنا كان عندي منشورات أو كان عندي بلوغ لازم استعمل الديفولت سايد بار كل شي بيكون موجود تحت الوكومرس سايد بار مثل ما نكون شايفين هون عندي أربع أقسام إذا بروح لهون على الموقع بلاقي أربع أقسام في عندي أول شي المنتجات وبعدين عندي البحث بعدين عندي تصنيفات وبعدين هاي الصورة الاخيرة في عندي سهم صغير حد كل واحدة منهم في حال حبيت احذف واحد منهم بيجي لهم بيقبس على delete لحاله بيعمل save برجع بعمل refresh هون بلاقي هلأ المنتجات الموجودين هون رح ينحفوا ما عدوا موجودين وصار ال search للبحث صار موجود اول شي راح ادفتوا الاقسام ورجع ضيفهم الاول وجديد هلا هيك sidebar نضيف ما ضل فيه اي شي تحته لما بيقبس على هذا السهم بيبين معي اذا كان بيقلبه محتوى ولا الاقسام اللي فيني اضيفها هي موجودة هون طبعا نحن فينا نزيد عدد هدول باضافة pluginات او مكونات اضافية تاني بس نحن لأ المثال راح نعمله راح نستعمل هدول بيكونوا موجودين بالwordpress وبيكونوا جايين مع الوكومرس اول شي راح ضيفي ال search بعطي ctrl f وبكتب search بلاقي القسم المسؤول عنها product search هون بيقبس على هذا السهم بيكونوا اعطيني اشارة صحة على الوكومرس في حال انا بدي يحطوا بغير قسم بس بيقبس هون كبسة بس انا هلا بدي يجي تحت الوكومرس سايدوار بعطي add widget بطلع لفو بلا اضافة هون تحت الوكومرس سايدوار هون فين نضيف عنوان معين انا بديها لما افطر بدي اكتب ابحث هون بطي save وبنرجع نعطي رفلش هون هيك بها الحالة صار عندي مربع البحث هون بنفس الطريقة رح دور على تصنيفات وها هي تصنيفات المنتجات كما بيقبس عليه كبسة وبتأكد انه الصح موجودة هون بغطي add widget هون في عندي بعض الخيارات يلي انا فيني اعادل عليها اول شي اذا بدي يغير العنوان سويه بالعربي في حال بدي ورجيهم مثل drop down list يطلعوا بطريقة تانية فيكن تجربوا هدول الخيارات تحطوا صح عليها وتعطوا save وتجربوا رح اعطيها لصح هوني هون يزا بدي خلي ورجيني عدد المنتجات الموجودة بكل تصنيف هون يزا بدي اخفي التصنيفات الفاضية يلي ما فيها منتجات او يلي ممربوط محها منتجات بعطي save بنرجع على فرش مرة تانية هون هاي drop down list يعني بهذه الطريقة بصير العميل يجي الهون يضغط على هاي drop down list ويختار تصنيف يلي بدو اياه بس انا افضل ونشير الصحة هاي ونخليهم يكونوا يليستة فوق بعضهم يعني هيك هلأ نضيف المنتجات مندور كمان هاي المنتجات هون منعطيه add هون فينا نعدل على الاسم هون فينا نحط عدد المنتجات يلي بدنا تنشاف تظهر عنا بالواجهة هون منحدد شو نوع المنتجات يلي بدنا نظهرها في عنا كل منتجات في عنا المنتجات اللي عليها تخفيضات او المنتجات يلي عم تنباع اكتر شي واحيانا احنا بيكون بدنا نورجي للزباين المنتجات اللي عليها تخفيضات بنكبس على هاي مثلا كيف بدنا الترتيب في حال بدنا نخفي المنتجات المجانية منحط صح هون في حال عنا منتجات مخفية بدنا نظهرها منكبس هون نعطيه save وبعدين refresh ما طلع عندي شي هون لأنه ما عندي شيء on sale يعني عليه تخفيضات لأختار هذا الخيار بدل وعطيه save مرة ثانية وهيك بيطلع عندي المنتجات بيطلع عندي 5 منتجات واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة مثل ما اخترنا هون هلأ بدنا نضيف صورة أو فيديو أو نص هاي الصورة هون كما بعطيها add بعطيه add image وبختار أي صورة بديها عندي هون بالمكتبة الميديا لأفترض هاي الصورة بدي حط عنوان مناسب لألها في حال كان عندي رابط لأنه نفترض أنا بديها تروح على هذا المنتج العسل فبيجي بنسخ الرابط تبعه وبعطيه لسخ هون بعطيه save بيجي بعمل refresh هلا صار عندي أول شي عندي البحث بعدين التصنيفات بعدين المنتجات وآخر شي عندي الصورة هلا إذا كبسنا على الصورة نروح على العسل مثل ما نحن اخترنا أن يروح على العسل هذا السايد بار أو هذا القسم الجانبي هو ثابت لكل المنتجات يعني أي منتج مروح عليه منلاقي نفس المكونات موجودة هذا القسم نشوفه بأغلب المتاج الإلكترونية وكتير مهم لأنه نخلي العملاء يشوفوا منتجات معينة أو تخفيضات معينة نحنا بدنا إياهون يشوفوها بالنهاية إذا عجبكم هذا الفيديو باتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتستنوني بالفيديو الجاي اشتركوا في القناة